بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح ما يسمى بالترافرس أو المضلعات هنبتدي أول حاجة نعرفها هي الفيلد وورك إيه الحاجات اللي أنا بعملها في الفيلد أو في الموقع نقوله والله أول حاجة هعملها أن أنا هرصد زوايا أفقية الهروزونت الأنجل نمرة اتنين هرصد حاجة اسمها الديستنس المسافات ما بينه النقاط وبعدها لما رصدت الزوايا الداخلية والأطوال يوم يقولي فيه geometrical condition بيقول سجمة الزوايا الداخلية لأي مضلع في الدنيا مجموعة الزوايا الداخلية ديت لازم يحقق للقانون أنه نقص اتنين مضروف فيه 180 حيث أنه هي عدد رؤوس المضلع دوت يبدأ geometrical condition واجب توفره طيب ممكن يقولي لأ أنا رصدت الزوايا الخارجية الزوايا الخارجية اللي هي ديت وبالتالي مجموعة الزوايا الخارجية ديت إن زائد اتنين مضروف فيه 180 هنبتدي نعمل حسابات طيب أنا ضمنت الزوايا الداخلية مظبوطة وحققت للجومتريكال كونديشن اللي هي إن نقص اتنين في مية وتمانين أو إن زائد اتنين في مية وتمانين حسب هي داخلية ولا خارجية إيه الحسابات اللي هبتدي أعملها يوم يقولي الضلع من ILG دوت طوله موجود وإن حرافه موجود هبتدي أحلله إلى مركبتين مركبة رأسية ومركبة أفقية ليه؟ لأن أي مضلع في الدنيا أي ترافرس من دول ABC ترافرس ده جسم ستاتيك ثابت ما بيتحركش من مكانه وبالتاني فيه ثلاثة كونديشنز لازم يتحققوا فيه سيجما إكس بزيرو وسيجما واي بزيرو وسيجما المومنت حوالين أي نقطة بزيرو إيه هما الإكس والواي؟ تقولي الإكس والواي هما مركبتين عموديين على بعض عشان كده باخد كل ضلع بين دول أعمله تحليل فيه مركبتين مركبة أفقية ومركبة رأسية عشان تحقق لي الجوميتريكال كونديشن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو سيجما إكس بزيرو وسيجما واي إسمعوا في القناة